لكن بستخدمه في شغل يعني مثلا بتستخدم حاجات بسيطة يعني مثلا بتكتب حاجات عليه بتسجل حاجات لكن مش دعم الشغلك الاساسي عليه يعني دعم فني ده دعم فني ده يعني انت اشغال على أسستن تاني لا هو انا دعم فني لبردمك حسابات انا محاسب اصلا تمام بس اغلبية شغلك بيبقى اكسل كتير ده كتير كتير لا لا ما باحتاج يعني انا بحتاجه لما اعمل بس اه مقارنات علشان اطلع لو في اخطاء في البرنامج ولا حاجة زي كده باستخدمه حاليا في الوقت ده لكن هو انا فعليا شغال عليه من الفين و من الفين وعشرة اشتغلت في اكتر من شركة وكنت باستخدمه بشكل شخصي يعني الشركة في شركة واحدة بس اللي كانت معتمدة عليه وده من الفين وان شاء الله كل اللي انا هديه لكم اربع محاطرات اربع محاطرات ما اعتقدش نومة كتير لان انا حضارة كورسات كانت فيها بقى يعني شهرين وثلاثة بقى ونومة بقى نطول معاك انا ارديكم اربع محاطرات كل محاطرة في اسبوع زي يوم الجمعة كده هو النهاردة بس انا اسف هو المعدة الساعة ثلاثة فعلا بس انا فعلا متاسب جهاز لقيته فجأة زرجن كده بس هو ان شاء الله كل يوم معدنا يوم الجمعة الساعة ثلاثة دي حاجة الحاجة التانية اللي اربع محاطرات دولة تصدقوني دي بتبقى نسبة السابعين في المية من البيزيكس عندكم في بقى تفاصيل تانية اكيد في تفاصيل تانية ما عشان كده لو كان في تفاصيل تانية كنت هزوتها بقى لكتر من 4 و 5 و 7 و 8 محاطرات كمان فان شاء الله هديكم الاساسيات بلاد الاكسل عشان يعني اللي عايز يخش شركة او اللي عايز يشتغل في اي حتة او الجديد او اللي حتى القديم يعرف يتعلم في الاكسل ويعرف على القل يبقى عنده خلفها كبيرة في الاكسل تمام؟ حاضر اه ماشي انا هو بسجد المحاضرة اهو اه نعمل كده انا هفتح بقى الشيريج عشان حاضر والله انا ماشي او انا بقولك ثلاثة يعني انا مش هخليها ببادر اكتر من كده لان كان في ناس انا كنت خليها اربعة اه فهنبتدي هدلوقتي بسم الله ونعمل كده انتو كده شايفين ولا اه ده انا كان شايفين كده كله بيعمل لودنج اهو كله شايف صح كده بصوا كده شايفين دلوقتي كده مبدئين الاكسل بيبقى عبارة عن المنظر انتو شايفينه ده المنظر بيبقى مربعات وشكل من فوق وحاجات زي كده كتير بصوا المربع ده اسمه خلية او سل سل او خلية تمام الخلية دي عبارة عن اللي هي بتكتب فيها كل حاجة اذا كانت ارقام اسامي اي حاجة الواحد اسمها عمود او كولوم الواحد اثنين ثلاثة دي اسمها صفوف او رو كولوم اللي هي الصف اسمه وان تو سري والخلية عشان تتنتق باسم اول حرف من اسم العمود وتاني حرف اللي هو اسم الرو يعني تبقى اسمها دي تو اي مكتوبة اسمها دي تو لما تيجي تقوف هنا تبقى اسمها جي فايف اهي مكتوبة جي فايف لما تيجي تقوف هنا هل تكون سمعين يا جماما سمينك او فيه في مش قلص في التقليل بس انسامها قويس هتزبط هدرو ايه واسم البياطة شوية بس انسامها قويس وفايف دلوقتي لما تيجي تقوف ديها تبقى اسمها C3 هتبقى تيجي تقوف هنا تبقى اسمها A7 تمام كده دي الاساسيات بتاعة الاسل والشكل المربع ده انا اول حاجة اشرح لك الهم هم دي بنسبة تسعين في المية كله بيستخدمها ما فيش حد ما بيستخدمش قيمة هم دي قيمة هم دي اللي هي فيها وانا نمسك الحتة دي سوئر اسمها كليب بورد اسمها باست وقط كوبي وفورمات بيتا باست دي اسمك مينا تمام؟ واندوس هنا واندوس كلمة كوبي وانيجي هنا ندوس كلمة بيست فكوبي وبيست اه عارفنا جدا 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 حاجات البسيطة جدا ان انت ممكن برضو متعرفوش ان في حاجة اسمها كط اللي هي علامة المقصة دي اه هنا دي لو انت قفت عند مينا ودست على كط اللي هي علامة المقصة دي ودجي وقفت هنا ودست بيست خد مينا من هنا حطه هنا يبقى الفرق ما بين كوبي ان كوبي بتسيب نسخة بتاخد نسخة كط بتاخد الشخصية كلها انتوا معي؟ اتمنى بس تكتبوا لي كده في الكومنتات الناس اللي مش هايزة تتكلمني دي انا انا متبقى انا متبقى الناس اللي مش هايزة تتكلمني دي اتمنى بس يعني ايه ترد علي كده احس ان انا ايه ابعارف ان انا ما بتكلمش ان انترنت لا قطع عبقى شايف بس اه دي الحاجة اه دي كوبي ودي القط والفورمال بينتر دي دي بنسبة يعني بنسبة كبيرة جدا هتستخدمها في يوم الايام اللي هي ايه؟ اللي هي لو انت اسمك مينا ومثلا الكلمة كبيرة كده مثلا اهيه وبالحرف باللون الأصفر ومثلا انت عاملها مثلا بولد وعملها مثلا فانت بدل ما تيجي هنا مثلا وتكتب مثلا احمد وعايز تكتب زي احمد دي ليه تعمل لون الأصفر والكلام ده فانت كل اللي عليك انك توقف على خلية مينا وتروح وقف على علامة المشت دي اسمها فورمات بينتر وتروح وقف على احمد دي بصوا نقلت كل التنصيق والالوان وكل حاجة اللي في الخلية بتاعت مينا نقلتها في الخلية بتاعت احمد انتو كده معا تمام بنيجي بعد كده ليه الفونت دي الفونت دي اعتقد امرها سهل جدا وكلو يعرف يعملها يعني الفونت دي تيجي تغير الكتابة اهي اللي هي مثلا تيجي تكتب هنا تغير مثلا تقبل خط تقبل الخط تخلي مثلا بولد زي ده اللي هو سميك تخليه مايل تخليه تحتي شرطة ممكن تعمل زي تنصيق للخلية دي كله وتيجي توقف هنا كده وتروح اعمل مثلا بوردر اللي انت هتعمله زي جدول تغير كده زي كده تكتب وممكن تخلي مثلا خلفية الجدول دي كلها مثلا باللون الازرع وتخلي مثلا كتابة باللون الابيض تفاهمين قصد ايه؟ دي بتبقى تحتيب انتو بتوعود وتعدلوها جوه الخلايا تمام كده؟ ومثلا تيجوا ممكن هنا تيجوا اللي هو ايه الحتة بتاعت الالايمنت دي الالايمنت دي بقى لقي التنصيق او التنصيق اللي انتو بتزبطو بكتابة يعني مثلا دلوقتي المينا ده gäه في الشمال انتو عايزين في اليمين تروح عاملنا كده اه، عايزين فى النص يعايزين فى اليمين يتركلك الكتابة تبتد من اليمين او من الشمال ايه وهذا تتكبه والمرش تاكس دي دي حاجة جميلة اوه بص اوريكو حاجة حلوة جدا ولكن هنا مينا ولكن هنا مثلا ولكن هنا مثلا بصوا كده شواء لما اجيك مثلا مينا مثلا مصعد بصوا الناس بس الصوت بس بصوا كده جماعة بصوا كده جماعة كلمة مينا مسعد دي الاسم مش باين فانا عايز ان مينا مسعد دي تبقى ظهرة فانيجي بقى هنا الفكرة نكبر دي كده شواء نيجي هنا الفكرة الرب تكست الرب دي اللي هي ايه بتخلي الكلام يلف جوه الخلايا يعني لما جدوس على الرب دي كده بصوا كده احسن الكلمة بدل ما كانت مينا مسعد واخدل سطره كله لا دي المسعد دي بتنزل تحتها حد فهم حاجة؟ اه حد فهم حاجة من انا بقوله يا شباب اه ماشي اه حد فهم حد فهم حد فهم انا بس الفكرة انا بسألكم ليه عشان ان هو الانترنت تقطع يبقى يعني يبقى فيه بس لينك تمام؟ نيجي مسلا بقى نيجي للمرج المرج دي المرج دي بقى وظيفتها ايه بقى وظيفة حلوة بصوا بقى هنرمسها دا كده خلو بصوا اه وليكن مثلا انا انا عايز اعمل مثلا اه كتابة مثلا باسم كبير مثلا زي مثلا عروض اوفر حاجات كده كبيرة فانا عايز اخلي كلمة العروض تاخد الفكرة دي كلها يعني لو كتبت كده كلمة عروض هنا بصوا ركزوا بصوا عروض مثلا بصوا انا عايزة بقى تاخد منشت كبير كده زي كأني يعني كأني مثلا بكتبها في اه كأني مثلا بكتب دي في منشتة مثلا في الجرائد بصوا هتعمل نعمل ازاي هتيجي نقف عليها دي كده وناخد ايه دا تقطع كده شايفين صحا كده شباب كانت شايفين بصوا كده شباب لما اجي مثلا كأني عايزة اعمل مثلا زي منشت كبير مثلا في الجرنان او حاجة اكتب مثلا كلمة كبيرة تخفضات عروض معرفش ايه كده نيجي نقف كده ونختار الخلايا اللي احنا عايزين نكبرها بها ونروح دايسين كلمة ميرج بصوا ميرج ايه يحصل فيها كلمة عروضة هي ونروح بقى مكبرين الجملة للاخرة هي وبقى نيجي بقى من هنا على التنصيق دي بقى احنا كده خلنا في النص ونروح رفعينها كده فوق شوية ونكبر دي حد فيهم حاجة؟ حد فيهم حاجة؟ اتمنى بس الناس اللي مش فهمة يا شباب فيه ناس ما بتكتبش خالص ما بتتكلمش خالص انا اتمنى بس ان انتوا تتكلموا بس اللي هو ايه؟ ابقى عارف ان انتوا معي ما بيبقاش بحس ان انا بيتكلم في ودى خالص ما بيبقاش مثلا ايه؟ ما بيبقاش المعتز هو اللي بيبقاء مصطفى قصدي هو اللي بتكلم فاهمين؟ دي كده حاجة نيجي بقى نمسح دي كلها نيجي بقى والمفضلة الى قلبي الحتة الصغيرة دي اللي يسمعها number الحتة دي يا جماعة يجب ان تركزوا فيها جدا ركزوا 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 دلوقتي وليكن في حاجات في الاكسل الاكسل المش يفهمها يعني مثلا هفهمكم على حاجة حدوة بصوا يا جمعان الاكسل المش يفهمها ازاي يعني مثلا اكتب محمد خليها كده مينة دي كتابة عادية طب انا مثلا طب انا مثلا عايز مثلا خليها لو انا مثلا كتبت 16000 معرفش ايه انا عايزه يفصلها لي يعني يفصل للرقم ده بدل من اعودت لغبة يعني مثلا اقول له ايه ده مليون ستمية وتسعين ولا ده ستتاشر مليون ولا ده مية وستين الف ولا ايه فحلوة الاكسل اللي بقى ممكن يتيجي تقف هنا مثلا كده وتروح اقل له مثلا خليلي الكلام ده number number ده وتروح اعمل مثلا فصله يبقى الخلية الكلام اللي جوه الخلية ده number ده رقم فاهمين قصدي ولا لا تمام تمام number يعني ايه يعني رقم يعني اللي جوه الخلية ده رقم طب لو انا خليته مثلا currency يعني عملات لو انا دست على كلمة currency دي جابها لي في الاخر جنيه مصري اهي العملة هي في الاخر طب لو انا اخترت مثلا ده شرط ده ده تاريخ او time او percentage ال percentage دي اللي هي العلامة اللي هي العلامة في المية دي اللي هي مثلا لو انا كنت مثلا اتناشر وقفت هنا واخترت دي percentage لا اخترت percentage هيقول لك دي هتبقى 1200 يعني تكتبها كده 120 هيكتب لك 120% هقول لك على حاجة صحة مصطفى انت ممكن تكون قابلتها وممكن تكون عارف منها او لا دلوقتي انا اقول لكم على مشكلة بنسبة 100% كل اللي بيتعامل على ال اكسل الجديد لازم يقع فيها وليكن دلوقتي لما انا اكتب رقم تليفون تمام مصطفى مثلا اوليكم اكتب هقولها لك مثلا ازاي يعني مثلا اوليكم اكتب زيو 100% مشكلة الصفر على 20 بالضبط صح المشكلة اللي بتقابل مصر كلها واتقابل العالم كله المشكلة دي بصوا كده جماعة لما انت بديك تكتب مثلا نعم لما بتيجوا مثلا هو في حد بيكلم او انا اللي بتهايلي مشكلة مشكلة بصوا كده شباب بصوا كده شباب دلوقتي لو انا كتبت مثلا زيرو الف ما عارش ايه كده تلاقي الزيرو اللي على الشمال اختفت تمام لان بالمنطق ان اي حاجة على الشمال اي زيرو على الشمال منوش لازمة يعني لو كتبت مثلا انا وليكن عايز اخلي الخلية دي مثلا وليكن اربعة تصفر ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة عايز اخلي الخلية دي اربعة تصفر انا واحد مجنون وعايز اخليها اربعة تصفر لو دست انتر هيخلى لي سفر واحد لاني مش منطق ان يبقى اربعة تصفر جميع بعض ما سفر وخلاص مما الاربعة مجموعهم سفر طب دلوقتي مثلا فيه على فكرة صحيح فيه الشركات لما بتيجي تعمل فرانشايز او بتيجي تعمل فروع ليها سمعيني كيه كويس الو لما بتيجي تعمل فرانشايز او بتيجي تعمل بتيجي تعمل فروع ليها بتعملها ازاي بتعمل مسلا وليكن بتدي رقم الفرع مسلا واحد اثنين ثلاثة دوت زيرو زيرو واحد عشان لو فيه فرع تاني يبقى واحد اثنين ثلاثة دوت زيرو زيرو اثنين وهكذا المشكلة بقى ان ايه اول الكود يبقى واحد اثنين ثلاثة دوت ثلاثة صفار اروح ايلك لا من الاخر حل المشكلة دي ايه حل المشكلة دي ان انت بتقف مثلا عن عمود او عن خلية كلها وبتخلي الكتابة تبقى تكست تقول له خب بالك اللي هيتكتب في العمود ده هيبقى عبارة عن نص او كتابة فلو عملت صفار كتير هيخليها لي فاهمين قصد ايه هيخليها لي علشان انا شايفها ان هي كتابة فلو كدبتلي ايه جواها فانا شايفها كتابة تمام كده تمام كده يا شباب تمام دي كده الحتة بتاعت النامبر ودي طبعا لو انت كدبت مثلا لا هنا مثلا تخلي مثلا العمود ده او شوية دولت مثلا برسنتج بحيس ان انت عندما تكتب خمستاشر عديك برسنتج خمستاشر ودي الديسمل الديسمل اللي هي العلامات العشرية يعني مثلا اتناشر بوينت ااا كده فتيجي توفن عليها وتروح جاي هنا لإما يكبرلك الديسمل لإما يكبرلك الديسمل لإما يكبرلك الديسمل الخليات 13 تمام كده يا شباب تمام 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 تعالوا بقى هنا نروح ايه نقلين بقى هنا الكنديشن الفورماتينج ودي المفضلة للقلبي او حاجة اسمها التنصيق الشرطي لو سمعتوا عن الكنديشن الفورماتينج دي دي اختراع ما بعده اختراع شابه الكنديشن الفورماتينج دي وصفتها ايه وصفتها كتير قوي وياكم مثلا ناخد مثلا شوية ارقام من هنا مصر ونخطها هنا اهي انتوا اكيد شايفين كده جماعة دي ارقامه فتيجي مسلا اقول له مسلا انا عايز اكبر ارقام نعم صفه انا مع حضرتك بقولك مع حضرتك سا تمام وليكن شوية ارقامه هي كده انا بقول له حضرتك انا معايك متابعة تمام زي الفورماتينج انا عايز مثلا اكبر خمس ارقام هنا فاروح جاي واقف على مدة كله اهو واروح دايس واجيب هايلايتي هايلايت اللي هو مثلا ايه او طوب فايف طوب وبوتوم اه يقول له مثلا ايه احنا عايزين طوب تين ايتم اكبر عشر ارقام يروح معلم هالك طب لو انا عايز مثلا اكبر خمس ارقام اهو بص خمس ارقام او تلت ارقام اهو وادوس اوكي بيوابك اكبر ثلت ارقام في الليستة دي كلها 458 458 458 ايه حضرتها كهاش تانى طب لو انا كثبت هنا 500 اه CONSEМ اتنقلت من 457 اتنقلت لkel500 عدو transform او واضح اول مندر احمد اكبر منتر خمسين لخمسمائة. تمام كه يا شباب? الكنديشنال فورماتينج دي بجد بجد اختراعها. على فكرة يا جماعة الكنديشنال فورماتينج دي. انت كده شايفين كه يا شباب? تمام. تمام. انت تعرف يا مصطفى الكنديشنال فورماتينج دي ولا لا? اه باعرف ما اشتراع عليك بلسا. ده الكنديشنال فورماتينج دي اختراعها. انا بيعني كل شغلي عبارة عن هايلايت والوانات وكده. علشان تبيني اي حاجة لو حصل. بصوا يا شباب. صحيح. الكنديشنال فورماتينج دي وظيفتها ان هي بتلون لك حاجات انت عايز تشوفها او تنورها لك. علشان اه وانت شغال كده على تقرير. لو الحاجة نورت يقولك اه في مشكلة. من اكتر الحاجات اللي بتساعدني في الكنديشنال فورماتينج الدوبليكيت فاليوز او الحاجات القيم المكررة. بصوا كده يا شباب. دلوقتي وليكن انا بدخل وليكن مثلا ايه؟ رقم تليفون بني ادم. المفروض ان ارقام تليفونات العمله ما تتكررش. يعني عميل جي عندنا يبقى رقم تليفونه موجود. فلو عميل جي بعديه يشتغل وهكذا عادي. طب دلوقتي لو العميل اللي جي مسلا قالك انا عايز اعرف مسلا هالرقم من التليفون موجود ولا لأ حاجة زي كده. وليكن انا رقم تليفوني مسلا وليكن زيرو اتناشر زيرو زيرو سبعة مسلا. والعميل مسلا ومسلا واحد تاني زيرو عشرة. اه زيرو زيرو سبعة زيرو عشرة موجودش ايه كده. وجيه انا هدوس على العمود ده كله وهدوس على وحاجي هنا عند هايلايت. هايلايت دي يا جماعة اني نور لي. يعني اعملي نور كده. او على الحاجات اللي هي الدوبليكيت او الدوبليكيشن يعني المكرر. حاجة ما تكرره. تمام? هدوس اوكي. لحد الان مفيش حاجة ما تكرره. طب لو انا جيت هنا كتبت مثلا زيرو اتناشر زيرو زيرو سبعة. بص ايه يحصل. هتلاقي دي دي نورت معدي. يقول لك لا دي القيمة دي مكررة. فاهمين قصد كده يا شباب? ان القيمة دي كده مكررة. فكده لازم تشيلها. فاضطر ان انا امسح البتاع. او مسلا رقم بطاقة او اي حاجة. الكونديشنال فورماتينج دي يا شباب فعلا فعلا جمدة الاقصى ما تتخيل. حلوة جدا. تمام? الكونديشنال فورماتينج فيها ايه تاني? فيها حاجة كتير. يعني مسلا تعالوا نمسك الامثلة دي مسلا. هنا مسلا. يقول لك top bottom. اللي هي top 10 اللي هو اكبر عشر ارقام. وفيه bottom 10. اقل عشر ارقام. لو جينا هنا عن bottom 10 ونختار مسلا. اقل مسلا رقمين. اقل رقمين بيقول لك واحد. طب اقل خمس ارقام. قال لك اهو واحد واحد الاسطفية واحد كتير. طب لو خلنا مسلا دي تلاتة. ودي مسلا اتنين. ودي خمسة. دي ستة ازا. ادي واحد اتنين تلاتة ستة ومية واتنين. مية وواحد. طب لو انا كتبت هنا مسلا تسعة وتسعين. اتنقلت من مية واحد وراحك تسعة وتسعين. عشان دي اقل خمس ارقام. طب تعالوا مسلا شوف حاجة تانية. اه مسلا اللي هو greater than. طب ما تيجي نعمل حاجة. greater than مسلا اللي هو مية مسلا. اللي فوق المية اهو. الارقام المنورة دي. طب لو انا خليتها مسلا اللي فوق الميتين. طب اللي فوق الربعمية مسلا. بس اللي فوق الربعمية ادي ربعمية وتمانين ربعمية سبعة خمسين ربعمية تونية خمسين وخمسمية. التلتمية لا عشان هي دي فوق. واحد كزا. highlight greater than less than الاقل من between اللي مسلا طب حتلي مسلا الارقام اللي ما بين ربعمية وربعمية وتلاتين. ما فيش ربعمية وربعمية وتلاتين. طب مسلا ما بين التلتمية والربعمية وتلاتين. اه واقعت هو. اللي هو التلتمية تاوانية 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 وتاوانية 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 وتاوانية. وهكزا. انتو معايا كده شباب صح كده. الcon conditional formatting دي اختراع اللي انت ممكن تخش هنا عليها وتلاقي حاجات كتيرة جدا ممكن تفيدك. ممكن بقى تحدد مسلا ال data bars دي للحاجات بحيث ان انت تبقى شايف ايه اكبر رقم وايه اصغر رقم وهكذا طمام كده شاباب؟ انتوا معايا كده او لا؟ طمام 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 كويس الحتة دي مش الناس بتشتغل عليها كتير قوي لان انت بتزبط مثلا شكل كده وتيجي تغير في الاشكال بتاعته وتعدل دي التابل يعني ما اعتقدش انها بقى لها لازمة قوي في الشرح قوي بس دي بتبقى حاجة تخص التنصيق او بصوا يعني مثلا السيل ستايل دي انت بتعمل ستايل او شكل معين للخلايا مثلا تيجي هنا تخلي الكتابة باللون ايه تخلي الشكل ايه بصراحة دي مش يعني انا دي ما بستخدمه ايش انا بستخدم الشكل اللي هو البيزيك العادي اللي هو الشكل ده كده انسرت ودليت وفورمايت دي عشان بس تشوفوها بص يا جماعة وليكن مثلا هنا مينا وهنا محمد ايه وانا عايز اخلي مثلا في عمود ما بينهم يعني مينا باللون لا زرق ومحمد باللون البرتقاني ده او اللون ده كده فانا عايز اخلي ما بينهم زي كولوم او عمود تاني فعشان تفصلوا اللي اتنين من بعض دقوة دايسة على محمد دي كده وكليك يمين تروح لقياس كلمة انسرت بس توقف على العمود من فوق توقف على العمود من فوق ركز توقف على العمود من فوق توقف على العمود من فوق كليك يمين انسرت اهو فصلك اخل الحتة 해도 انسرت توب لو انت عايز تشيل العمود دا توقف على العمود دا برده تاني وم Akbarite فلزق الاتنين تاني طب وليكن مثلا هنا في مثلا هنا واحد وهنا مينة وانت عايز تفصل الصف ده هتروح جاي هنا على الصف ده كده وتروح دايس كليت كيمين وانسرت يعني نزل الصف ده كده طب لو انت عايز تشيل الصف او تروح دايس كليت كيمين على الصف برضه تروح دايس delete طب لو انت عايز تمسح الخلية دي تروح دايس كليت دايس كليت اللي هي في في الكيبورد اهو delete هيت مسح وهكذا في الواتو سم والكلام ده دي ما نستخدمهش كتير قوي و clear دي بستخدمها في ايه اللي انا مثلا لو انا عايز امسح الالوان دي والحاجات دي كله دايس كده عمود ده كله او clear all كده مسح كل حاجة ودي اللي هي find and replace اللي هي مثلا ايه ناخد مثلا شوية اسامي مثلا زي دي كده مثلا اهو ونحطهم هنا دي اسامي اهي فانا بدور هنا باقول له find باقول له مثلا ايه دور لي على كلمة مثلا محمود محمود اهو في واحد اسم محمود خميس اهو محمود خميس اهو اقول له مثلا اعمل لي replace ما بين محمود بصوا يا جماعة replace دي اللي هي يستبدل يستبدل اقول له بدلي كلمة محمود بكلمة مين اها احمد اه احمد اه احمد هي اول ما هندوس replace all اهو انا عملنا replace لتلات اشخاص اهو خميس احمد خميس احمد خميس احمد وهكذا دي اللي هي find and replace تمام انتو كده معي شباب كده تمام 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 كويس او دلوقتي هنعمل اول معادلة هتشوفوها في الاكسل هل انتو جاهزين يا شباب الناس اللي قاعدة سمعيني اللي عاملين mute door اه النهارده احنا هنتكلم عن اول معادلة هتعملها في الاكسل تمام وهي معادلة زائد هاي تمام زائد يعني ايه بقى زائد هنا اللي هو انا عايز اجمع مثلا اتنين زائد عشرة وتبقى النتيجة هنا سباني بس نعملها دي كده هنا وتبقى النتيجة هنا في العمود ده كده نخليها باللون ده كده اتنين زائد عشرة اول حاجة بتبتديها في الاكسل بتقول يساوي انا بسجل انا بسجل اول حاجة بتبتديها في الاكسل بتدوس يساوي تمام اهين تمام وبعد كده بتقف على الخلية اللي انت عايز تجمعها اهين وتدوس على علامة الزائد اللي هي shift يساوي اهي علامة الزائد اهين عشرة يبقى انت بتجمع خلية جو خلية خلية زائد خلية انت ما بتجمعش ارقام انت بتجمع خلية زائد خلية ليه انا بقولك خلية زائد خلية لان اللي هيحصل جو الخلية هيتجمع هقولك بعد ايه فور زائد سي فور وهروح دايز انتر قلني الاجابة اتناشر طب لو انا غيرت البي فور دي خلتها مثلا ولا يكون عشرة النتيجة بقت عشرين طب لو خلت السي فور دي تلاتين النتيجة بقت اربعين الفكرة انك بتجمع مربع زائد مربع لها خلية زائد خلية ايا كان الرقم اللي جوه الخلية فهيتجمع طب فور دي امت عدلت الرقم اللي جوه الخلية فهتتعدل اوتوماتيك اعارف الفرق زي ايه زي مثلا زي دي اهو عشرة زائد تلاتين لو انا جيت عايز اعدل في العشرة لازم اخش جوه المعادلة واعدل في العشرة او اعدل في التلاتين عشان يطلع لي نتيجة تاني لكن لما تكون في خلية بتبقى افضل بدلا مخش جوه معادلات فاهمين قصدي ودلا يا شباب اقف اقف الجامع اهو تمام الترح انا عايز اطرح تلاتين ناقص عشرين تلاتين ناقص عشرين اهو ادوسي ساوي اول معادلة في الاكسلات اي معادلة في الاكسل بتبتدي بيساوي اقف على نتيجة خلية اهي تلاتين ناقص وعشرين اهي وروح دايس انتر قال لي عشر اي خلية اي معادلة في الاكسل بتبتدي بيساوي جاي هنا اطرح اهي طب لو انا عايز اقسم اقسم مثلا وليكن ستة على الاتنين اقسم بردو يساوي ستة اللي هي الخلية على اللي هي اللي هي دي اللي هي السلاش دي كده اللي هي بتبقى عاملة زي عمود ومية لهو على الاتنين وضح دايس انتر بقت ستة على الاتنين فيها التلاتة يبقى الاسمة اهي بتبقى العلامة دي تمام اهو اخر حاجة خالص الدرب انتم معايا كده يا شباب تمام كده معايا تمام كده تمام كويسا تمام الدرب اللي هو ايه اللي هو اتنين في عشرة مصر اتنين اللي هو شفت تمانية شفت تمانية اللي هي علامة دي اللي هي العلامة النجمة دي كده في اللي هي الخلية بتاعة عشرة دي والدس انتر اتنين في عشرة بعشرين يبقى كده الضرب افتكروا العلامات دي كويس يا شباب شفت تمانية تمام بس كده فحنا عملنا الجمع والطرح والاسمة والضرب وخد بالك اهي عشان تبقى انت فاكرة او انت فاكر خد بالك اي معادلة بتبتدي بي يساوي بس كده اهي كده الكلام كده واضح عشان تبقى انتم مسجلينها في ذهنكم لان اي معادلة في الاكسل بتبتدي بكلمة يساوي تمام كده تمام كده تمام كده بس طفا تمام زي الفلاوي تعال بقى هنتكلم على حاجة تانية شباب وليكن الجمع ده مسلا الجمع انا بقولك اللي انا خدت مسلا اللي هو الجمع ده مسلا هو اه مسلا اتنين زي التلاتة فانتك بتدوس يساوي وبتروح واقف على الاتنين زي التلاتة بتروح داس انت طب لو انت عندك اتنين وخمسة وتمانية وتسعة وخمسة وخمسة واتنين وتلاتة كده هتجمعهم ازاي هتجمع الكلام ده كله ازاي انت اكيد اكيد مش تيجي تقف هنا وتدوس يساوي وتيجي تقف هنا دي زات دي زات دي كده شلل طب افرد لو انت عندك الف قيمة انت فاهمين كده جماعة طب افرد لو انت عندك الف قيمة هتحلها ازاي مشكلة كبيرة بوسوا بقه تحلبوها زاي في معادلة اسمها some some fum الجامع يساوي some او ما تدوس ساوي دوسك sum اى اول واحدة هتheads somed اهيها هت hiện وتروح معلم على القيمة كلها وتروح vitaries pester قال لك ان القيمة دي كلها 87 ان القيمة دي كلها 87 87 ان الجامعة يساوي d او some كلمة تصمعين تعال نيجي بقى دلوقتي لمعادلتين مشهورتين جميلتين كل حاجة في معادلة يا جماعة اسمها count دلوقتي لو انا عايز اعد البني ادميد يعني وليكن مثلا يا مصطفى خليك معي في حتة دي عشان الحتة دي ممكن تفيدك وليكن انت عايز تعد دولت يعني اعدهم بس يعني دولت كم قيمة او دولت قد ايه دولت فدولت مثلا واحد اثنين تلات اربعة ادي كده اربع اشخاص يعني اربع اربع قيم عايز بس تعد القيم بس مش اكتب تفهم قصدي تمام يعني تعالى نشوف دولت مثلا ده كم موظف يعني انت عايز تعد كم موظف في امتاني ناخد مثلا شوية دولت مثلا نحطهم هنا كده دولت كم موظف مثلا هتفيدوا في واحد اثنين تلات اربعة و هكذا في بقى معادلة اسمها count اهي بيساوي اهي كونت ايه اسمها count ايه وتروح واقف على مدة كله تروح دقس انتر قالك ان دولت اربعتاشر موظف لان سم لو انت جيت تجمع سم مش تجمع الاسامي سم ما بتجمعش اسامي ايه 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 سم تجمع ارقام سم تجمع ارقام لكن لو انت بقولك count count ايه بتعد ارقام اسمها count ايه يعني لعد قيم اهي لعد قيمة اذا كانت كتابة اذا كانت نص او ارقام هتبقى خلي ده المرجع بتاعك او اسمه count ايه اسمها count ايه تمامك يا شباب دي هتبقى ايه بقى وصفتها انتو سمعيني صح اه تمام تمام دي وصفتها ايه بقى count دي يعني انت مثلا لكن انا عايز اعد الارقام مثلا يعني مثلا ده كم رقم اهو لو جيت حطيتها هنا مثلا كده هنا اهو تمام وبيدست وشلتها ودست يساوي count اهي لحظة اهي يساوي count ايه اهي count ايه وروحت معلم على القيم دي كلها ودست enter قال لي دولة القيم دي 12 قيمة يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد عشر اتناشر فهمت قصد ايه؟ ان count ايه بتعد اذا كانت نص او اذا كانت كتابة اه او اذا كانت قصد ارقام تمام كده؟ تعال بقى لحطة بقى اليميلة اللي موجودة تمام التاريخ ده مثال كده حي على فكرة ده مثال لمبيعات ناس وده بيحصل في شركات كتير وده من دبناه شركتي قبلتها قبل كده في الموضوع ده التاريخ اهو الشهر اسم الموظف المبيعات وليكن مثلا اسم الموظف مثلا اسمه زياد زياد في شهر واحد باع بجنيد محمود خميس في شهر اتناشر باع بمئة وثلاثين احمد السيد في شهر تمانية باع بربعة ومئة وثمانين وهكذا فهمين اصل ايه؟ دلوقتي انا عايز اشوف وليكن مثلا واحد زي اسمه محمد سعفين ده سمير محمد باع بقدي ايه؟ بس كل مبيعاته كل مبيعاته مش مبيعات شهر واحد فهم قصد ايه؟ او مثلا نشوف مثلا وليكن احمد السيد نجيب مثلا مبيعات احمد السيد الحاجة التقليدية اللي احنا ماشيين بيها اللي انت بتيجي تقف هنا كده وبيتروح دايس على دي وديس على فيلتر او لأ ندوس على داتا يا داتا ايه ونروح دايسين على كلمة فيلتر فلتر دي يا جماعة تستخدموها هي اعتقد في الداتا بس تستخدموها بها فلتر وهنجي نقف هنا كده ونختار اسم احمد السيد احمد السيد في شهر تمانية وبشهر عشرة وبشهر تمانية وبشهر تسعة وبشهر اثناشر باع بقدي ايه؟ باع ب الفخمسمية وتمانية طب انا اريد اجمعها دي كلها في مبيعاته جمع يعني يا شباب صم نلنيله هنا برده عشان ايه تبقى انتم عارفان ايه جمع يعني يا شباب يعني صم صح كده طب احنا بقى عايزين نجمع احمد السيد بس فاهم قصدي؟ فاهم قصدي يا مصطفى؟ ففي اجمع بس بشرط دي اول ما تسمع كلمة اجمع بشرط يبقى ف على طول في حاجة اسمها صم اف بيساوي صم اف ايه اول واحدة فارسة اجمع بس بشرط اجمع يعني ايه اجمع لي او انت هتجمع كل الحاجة بس بشرط احمد السيد ده بس اللي هو احمد سيد بس فاهمتني؟ يقول لك بسام اف دي اول ما تفتح المعادلة بصوا جايب لك ثلاث شروط هاي عشان بتحقق المعادلة انت بتدور فين في اني نطاق؟ بقول له انا بدور في نطاق اسم الموظف ما هو لازم النطاق اللي انت بتدور فيه يبقى هو نفس نطاق اسم اللي انت بتدور عليه يعني احمد السيد ده احمد السيد ده في اني نطاق اكيد مش في نطاق التاريخ ولا في نطاق رابعات هو في نطاق الموظف فاهم اصلي يا مصطفى? ايوا ايوا فاهم اتواضحي ايه انت بتدور وشوف المين اللي انت عايس تدور به احمد السيد ده ده في نطاق الموظفين فبيقول لك الرينج هتقول له الرينج اللي هو اسم الموظف تقف على العمود كله وبعد كلمة range هتلاقي فيه حاجة اسمها كومة هاي تروح تلقيس كومة نقلك في حاجة تانية يقولك الكريتيريا كريتيريا ايه اللي انت بتدور بيه بقى مين ده تقوله ده اسمه احمد السيد تمام؟ وبعد كده تروح تلقيس كومة يقولك انت عايز تجمع ايه بقى اللي هو المجموع انت عايز تجمعه تقوله ان عايز تجمع مبيعاته نعم تلقيس enter قالك ان مبيعاته ايه؟ 1508 نعم احنا جمعناه في الاول спصف عندما نضع لك اسمها narrative وفيه لا هو هاتين hur لو مش اقر together إن مكان يكون كومة سنگرم انقاذنا هو 5 إذا تريده قلق هاتين فAM جمعا قليلا ده ده المثال يتحقق فعلاً في الشركات يعني هذا مثل حقيقي وطبيعي في الشركات يقولك مثلاً فهمها مصطفى؟ اه ط略 يعني انت بيقولك مثلاً مبيعات مصطفى عز لوحده عايز اعرف هوا مصطفى عز ده بقى قد ايه في السنة كلها فهمتين يا مصطفى او خير طب تعال بقى احنا كده طبقناها على البني ادمين طب ايه رايك نطبقها على الشهر يعني انا عايز اعرف مبيعات الشهر 12 ده كان هنيجي نعملها على سام اف اي اني ساوي سام اف اي اي الرينج انت بتدور فين تقول له احنا بنتاكر شهر اوه يبقى ندور في الشهر يبقى ندور في الشهر وبعد كده نروح دايسين كومة قال لك انت ايه اللي انت بتدور على شهر ايه ايه اللي هو 12 صح جدا ايه ايه اللي انت عايز تجمعه اقول له انا عايز اجمع المبيعات دي بزبط زي الفل او ادوس انت ايه قال لك ان شهر 12 هم باعوا بـ 803 طب تيجي نتأكد تعال تعالنا نقف كده ونختار شهر 12 اهو 803 يبقى احنا كده ماشيين صح طب لو احنا ما اختارنا شهر 9 قال لك 400 جنيه طب لو اختارنا شهر 10 22 طب لو اختارنا شهر 3 ما فيه شهر 3 هو فيه شهر 3 فعلا 1 4 اه طب لو اختارنا شهر يكون 7 101 دي انا عايز بس اوصل لك دي اختراع بمعنى اختراع والله يبقى sumf هي عشان تبقى مسجلينها sumf الجمع بس بشرط معين اخر حاجة انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف فهم قصدي او لا اه ونرجع الى count صح كده اتكرر كم مرة يعني انا عايز اعرف اسم زياد ده اتكرر كم مرة يعني مثلا تعال نقف هنا كده اهو ونجيب اسم زياد الاول ادي زياد دي واحد اتنين تلاتة اهربعة تمام انا عايز بقى اتكرر اتكرر كم مرة عشان تعد اسم لازم يبقى count صح كده بس بشرط بقى بس بشرط جدع بشرط يعني يعني count F اي حاجة فيها شرط تعرف ان فيها كلمة F دي على طول يبقى بيساوي اهي count F اول واحدة ويمش تابع المعادلة انت بتدور في اي نطاق الاسم C بالضبط بتدور بايه هو و ال G بسم الله و انا قالك ان زياد فعلا اتكرر خمس مرات طب اي رأيك نشوف محمود خميس ده مثلا اتكرر برضو خمس مرات ده اتكرر برضو خمس مرات ده الصدفة دي ولا هي طب تعال نشوف كيه محمود خميس دي حيه ولا هي فعلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فعلا ده اتكرر خمس مرات طب تعال نشوف مثلا مؤمن رياض هم كل هم بالخمسات هم كل هم بالخمسات خمسات فعلا 1 2 3 4 5 طب تعال نشوف مثلا زياد أحمد لا يبالله لا يبالله لا زياد أحمد أولا نشوف مين مثلا مؤمن هو مفيش غيرهم أساسا انك شفت انه مفيش غيرهم أه ايه يا جماعة فيه هقولك بقى لحاجة حلوة طب لو انا عايز اعرف اللي مش متكرر يعني اللي هو الوحده كده نعملها ازاي هنعمل الـ Conditional Formatting جبا هنجدوا هنا وندوس Conditional Formatting ونختار Duplicate هل كنت Duplicate فيه نهاركوه يا جماعة فيه محمد سعفين ده مش Duplicate تخيل بقى هو بس ده بره التاريخ وبره الشرط اهو لا 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 محمد سعفين ده لا لا هو لي لي ما تلاق اهو 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 احنا بنطور في نطور اسم المواضح اهو طب كويس اهو المواضح اهو بس كده وبعد كده نعمل دي كده كونت اي اهي كونت لأ اف بقى اهي كونت اف اهو العد نعد العد بشرط اشياء بس بشرط وننقلها دي هناك كده اهي عشان تبقى أنتم عارفينها اهي بس كده بس كده انا كده خلصت يا شباب Bardzo而且 انا مططورتش عليكم اه اه او كده جيتonnen اه単انان انا بصت ر小 د لكي است، انت اضط Reverand على شان ابرеры اهي ننقلها في المسيج كنترول أنا أبعدت لكم في المسيجات دي يا جماعة دي بتاعت النهاردة احنا شرحنا هوم وشرحنا المعادلات البسيطة دي أتمنى تكونوا استفدتوا سبب أنا أعمل الشير دي أقفله ده كده دلوقتي ستوب شير اهي أتمنى تكونوا استفدتوا أتمنى الناس اللي عامنا ميوت تتكلمني انتوا استفدتوا ولا لا يا جماعة جير مصطفى ومصطفى معي بصراحة الله ينور علي يعني الراجل ما بيزهد لا أنا معاك لو هنكمل سوى مشكلة طبعا شو الوقت حاجت بس ربنا لي خالبتك لأ دا الحمد للأ أصلا بدأ من بدري فأنا فهم اللي حضرتك تتكلم فيه أهو حضرتك معلش سؤال لو خضرتك محاسب أنا Data Analyst أنا محل البيانات على فكرة صح ما أنسيت صح أقولكم على حاجة أنا عندي قناة على اليوتيوب أهو شوفناها دخلنا عليها شوفناها جميلة إن شاء الله أنا عندي قناة على اليوتيوب أهو السرشاجة ياريت تكتبع للناس لأن فيه ناس بقى بتبحث عنها ومشتقيها لو تحط اللينك كمان حاضر حاضر أنا أحط لكم اللينك وحط لكم البلاي لست بتاعت الاكسل أنا كنت أعمل بلاي لست كده فيها حاجات كتير قوي تفيدكم في الاكسل وفيها كمان كورسات اللي أنا كنت بديها لجمعية رسالة يعني انتوا هتشوفوا ناس في جمعية رسالة كنت قديم كورسات تمام؟ بجد يا شباب بجد هاجر أنت كنت أعز تولي حاجة عشان كنت أنا شاهدك هتفتحي وتقفلت تاني أنا بس كنت عايز عار في أفضل نسخة ميكروسوفتة نزلها اكسل وكده وانا عندي نسخة 2010 لا 2010 ردي نسيها بقى نزل نسخة حاجة ده وقفل حاليا اول 2016 2019 ضعين 2016 2019 دي كويسة 2013 برضو كويسة تمام خلاص شكرا جدا 2016 2019 21 بقى اصلا عندي أنا 365 فأنا بستخدمه لأن أنا بستخدمه لأن هناك حاجات جديدة جدا في الأكسل 365 اختراع يعني مش هتشوفوا في الأكسل تاني بس أنتوا لسه لسه ما استخدمتوش المعادلات دي خليك أنت في 2013 خليك يا سيتي في 2019 2019 اتكلم اللي أنا هنزل بي شغلي وكده فأنا أريد أن أعرف 2019 ولو تعرفت 2021 ده كويس برضو يعني دوري كده على الأكسل خلاص تمام هنزلها بإذن الله شكرا حاجة جدا تحت أمركم يا جماعة على فكرة صح أنا تحت أمركم خلاص تمام أنا وصلت المرحلة في الأكسل كويسة جدا أنا دلوقتي على فكرة صح أنا شغل Data Analyst بعمل Analysis وبعمل KPI وشتغل في performance وحاجات كده بعملها KPI اللي نشتغل معنا حاجات كده معقدة قوي حاجات كده فيها Analyst كتير فأي حاجة يا جماعة أنتوا عايزينها أنا أحت أمركم وأنا قاسف جدا على التأخير بتاع النهاردة فأتمنى ما تتضايقوش وإن شاء الله إن شاء الله من المحاضرات معلش يا جماعة لو حبيت تتوصل معاك هيكون عن طريقي معلش هو الواتساب أهو رقمي على الواتساب أنا هبعتلكم دلوقتي أهو يعني هبعتلك دلوقتي أقول لكم أهو يا جماعة أنا محمد 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 تحسين عشان تفتكروني أهو ده كده بتاع الجروب عشان تفتكروني أهو أي حاجة جماعة تفتكروني أهو إن شاء الله أسعادكم وإن شاء الله ربنا يوفقكم إن شاء الله بشغلكم يعني أتمنى بجد بجد إن شاء الله أكون سبب أنكم تدوسوا بالإكسل وتدوسوا جامع يقى؟ بحاجة جميعا